إنشاء ساعة رقمية سوف نقوم بإنشاء ساعة رقمية بسيطة وذلك باستخدام عداد الوقت أو التايمر نقوم بسحب أداة التايمر ووضعها على النموذج بالإضافة إلى أداة label تم ضبط خصائصها وحجم الخط فيها ولون خلفيتها الآن بالنسبة لأداة التايمر سوف تكون الخاصية enable true مباشرة ليتم تشغيل الساعة مباشرة وهي تأخذ القيمة من ساعة الجهاز مباشرة كما سنرى ذلك في الكود الخاص بحدث التايمر وهو tech حددنا الانتيربل ألف أي واحد ثانية يمكن تعديل اسم النموذج أو عنوانه يمكن بدلا من خاصية text form 1 اختيار الاسم ساعة رقمية على سبيل المثال الآن بالنسبة للكود يمكن كتابة الكود التالي label1.text تساوي time string سوف تعني هذه العبارة أخذ الوقت من ساعة الجهاز باستخدام time string لاحظ هنا time string سوف تأخذ القيمة الرقمية الخاصة بالوقت من ساعة الجهاز أو جهاز الكمبيوتر ويمكن استبدالها بعبارة أخرى وهي system.datetime.now أو العبارة now كما تعلمنا سابقا الآن انقر على تشغيل ولاحظ عنوان النموذج ساعة رقمية ولاحظ الساعة الرقمية تعمل كل ثانية كما هو واضح هنا الثواني والدقائق والساعة ترجمة نانسي قنقر